نروح لموضوع تاني حابتين الاتحاد الافريقي قرر اقامة القرعة يوم 13 مارس في مقار الاتحاد الافريقي في القاهرة بعد انتهاء دور المجموعات طبعا في دورة ابطال افريقيا وحداتكم عارفين بقى خلاص احنا بالنسبة لنا ان دي الاهلي حجز من قاعده بالفعل في الدور الربع النهائي بعد ما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة من 6 مباريات كده تكون الفرق المتأهلة للدور الربع النهائي في هذه البطولة هي الاهلي يانج افريكنز سان داونز الجنوب الافريقي مازينبي الكونجولي بيترو اتلاتيك والانجولي والترجي التونسي وكمان اسك ميموزا الافواري والترجي التونسي قلت لحضراتكم ما شو هترجيت قلتوا مرة هيشفانك طلع بمنظرية عادي يعني نأكد عدد اثنين الترجي تونسي بصة هكمل على كلامك ونروح برضو لغة الارقام في دور المجموعات ونتكلم عن هنا قائمة هدافي بطولة برضو دوري ابطال افريقيا حتى هذه اللحظة يعني بتصدرها طبعا زي ما كريم قال يعني نجم الاهلي حسين الشحات وكنا سعداء جدا وحنا بنعلن كمان الخبر مبارح برصيد خمس اهداف سجلهم في ثمان مباريات وبعده يجي مصطفى فتحي من بيرميدز اربع اهداف بعد كده ساكارا ويليمز من اسك الافواري اربع اهداف بعد كده من حمود كهربا برضو اربع اهداف